السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو سوف نتعرف على التجيل في بكحور سنة 2022 الشروط الجديدة والوطائق المطلوبة وآخر أجل للتجيل إذا بالنسبة للتجيل في بكحور 2022 والشروط الجديدة والوطائق وآخر أجل للتجيل فغالبا إن شاء الله يتداء من بداية شهر نوانبر 2021 سوف يبدأ تسجيل إن شاء الله بعض المواقع سوف يبدأ في 4 نوانبر وسوف ينتهي غالبا في 4 دجانبير يعني تقريبا شهر يعني تقريبا من الأسبوع الأول في نوانبر إلى نهاية أو إلى بداية الأسبوع الأول في دجانبير كآخر أجل للترشيح ويعلن عن اللوائح النهائية المترشيحين المقبولين لجهاز إمتحانات البكحور في نهاية شهر يناير من كل سنة جديدة يعني أن تسجيل إن شاء الله سوف يكون من نوانبر إلى دجانبير وإن لواء إحدى الأشخاص المقبولين لجهاز الإمتحان سوف يتم الإعلان من شاء الله في شهر يناير إذا نسمى الشرط تسجيل والترشيح فإذا لم يكن التلميذ أو التلميذة قد حصلت على البكالوريا أبدا فيجب عليه أن يكون قد أنهى الدراسة في سلك الثانوي الإعدادي منذ سنتين أو أكثر في بداية سنة ترشيح للبكحور يعني مثلا إذا كان واحد المترشيح للبكحور في 2022 فخاصه يكون أنهى الدراسة بالسنة الثالثة إعدادي يعني خاصه يكون قراء مثلا التاسعة في يونيو 2019 يعني عامين قبل من 2022 خاصه يكون أنهى الدراسة بالسنة الثالثة إعدادي أما إذا كان التلميذ لم ينجح في السلك الإعدادي يعني منجح في التسعة فإنه يمكنه اجتياز امتحان السلك الإعدادي أحرار يعني دوز التسعة أحرار فقط يجب عليه أن يكون ناجحا وحصل على شهادة الدراسة ابتدائية أو شهادة السادس ابتدائي هنا عدنا وحد الحالة خاصة مثلا يمكن التلميذ الذي درسه في الثالثة إعدادي يعني غير قراءة في الثالثة إعدادي أو السنة التاسعة لمدة شهرين أو أكثر يمكن له ترشح للباك حر لكن سوف يلزمه شهادة مدراسية من إعداديته يعني من الإعدادي اللي قرأ فيها التسعة خاصة شهادة مدراسية من ذلك الإعدادية إذا لم تحصل على مستوى السلك الإعدادي يعني إذا لم يحتويش مثلا في التسعة فيمكنك جياز سلك إعدادي أحرار دوز التسعة أولا لكن بشرط أن تكون ناجح وحصل على شهادة دروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية يعني إذا بدأت الدوز مثلا تسعة خاصة تكون نجحته في شهادة الدروس الابتدائية يعني نجحته في السادس الابتدائي من الشرط أيضا أن لا يكون المترشح الحر قد تغيب عن جياز الإختبارات الخاصة بهذه الانتحانات خلال الدورة من الدورات السنوات الماضية يعني لا يكون المترشح يدفع الباكالورية في واحد السنة الماضية وتغيب ممشاش دوز هذه بالنسبة مثلا من يتقيده في السيت في الموقع ومن يتسجله في الموقع كالي يوقع له هذه المشكلة لا يتقبل الترشح يجاله في الموقع يعني غالبا من الأسباب سيكون هذا السبب جل التغيب يعني أنه تدفع واحد السنة وتغيب ممشاش هناك خاصة طلب الأكاديمية باش يوافق عليه باش يجتاز هذا الامتحان هذا إن شاء الله اللي يتجاوز عدد الدورات التي يجتازها المترشح ثلاث دورات يعني ما خلال المترشح يكون دوز في هذه الامتحانات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات يعني كنا واحد البوابة الإلكترونية ما كتفتح احتقي بدهد الآجال ديال شهر ديال التسجيل عدد كتفتح كنا ندخلو لها و كنا نسجلو فيها المعلومات الخاصة ديالنا مني كنا نسجلو في الموقع خاصنا نديو الوراق الوطائق ديالنا ديال ملف الترشيح ديالنا مع الروسي مع الوصل اللي استخرجناه من البوابة الإلكترونية اللي تسجلنا فيها نديهم الأقرب مديرية ديال التعليم اللي غندوزو فيها امتحان تعالباك إن شاء الله أيضا تضمين ملف الترشيح التزاما مصادق عليه إضافة الى الملف ديال واحد إضافة لهذا الملف كان واحد الالتزام ديال زاجر الغش في الامتحانات خاصنا نصدق عليه في المقاطعة حتى وكنزيدو الهد للملف ديال الترشيح ديالنا بالنسبة الوطائق كما كتشوفو الوطائق هنا تعبئة الملف الأبيض يتم شراءه من جميع المكتبات نسخة من بطاقة التعريف الوطنية شهادة السكناة صورتان ثلاثة أظريفة بريدية شهادة إعفام التربية البدنية مسلمة من دون المصالح بالنسبة للراغبين في ذلك وطيقة الترشيح الإلكترونية في نسختين كنستخرجوها من الموقع قد نخلو لكم الموقع في الأسفل وكما قلناه أن هذا الموقع لا يمكن تفتح حتى يبدأ التسجيل إن شاء الله وبالتوفيق لجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر